لم تترك النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القادية غدعون باباً إلا وفتحته لملاحقة ملفات الفساد والهدر المالي كما تسميها إلا أن الحرب الأخيرة التي تنوي عون شنها هي على جهاز أمن الدولة مصادر مقربة من القادية غدعون أكدت للجديد أنها ستتجه إلى استدعاء المدير الإقليمي لمنطقة جبل لبنان في أمن الدولة العقيد مروان صافي في بداية الأسبوع المقبل بتهمة التقاعص والتخلف عن تنفيذ المهام المطلوبة منه وبعد الاستماع إلى إفادته سيتم تحديد موقفها من استدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة وعون تردد عبارة ما عم يشتغلوا في ملفات تتابعها أهمها إبلغوا أحضاروا حاكم مصرف لبنان رياض ساليمي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عمد عثمان وأمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربي على خلفية نقل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ملكية 309 عقارات إلى نجله تيمور وبحسب معلومات الجديد أن المدير الإقليمي لمنطقة جبل لبنان في أمن الدولة سيمثل أمام القادية عون الاثنين المقبل بعد أخذ إذن الموافقة من المجلس القيادي والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة وفي التفاصيل أن القادية غاد عون اتصلت شخصيا بالعقيد صافي وقالت له بدي اسألك عن استدعاءات عديدة لم يتم تنفيذها من دون أن تحدد له طبيعة هذه الاستدعاءات فيما تفيد المعلومات بأن المدير الإقليمي لمنطقة جبل لبنان في أمن الدولة سبق وأبلغ أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربي قرار القادية عون في المثول أمامها على خلفية ملف نقل ملكية العقارات من جنبلاط إلى نجله تيمور إلا أن الطربي رفض المثول أمام عون بحجة التراتبية في الدوائر الرسمية مطالبا بضرورة إبلاغه والحصول على الإذن من قبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مباشرة زهراء فردون قناة الجديد